استقبل جلالة الملك وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر في اجتماع تناول تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية خاصة القضية الفلسطينية والقدس وخلال اللقاء شدد جلالة الملك على محورية القضية الفلسطينية وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيجاد آفاق سياسية تكسر الجمودة في الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم وفقا لحل الدولتين وأكد جلالته دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية في مدينة القدس مشددا على أن الأردن مستمر في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها وحول مجلس العلاقات العربية والدولية لفت جلالته إلى الدور المهم الذي يطلع به المجلس في طرح وجهات النظر العربية في المحافل الدولية في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات ترجمة نانسي قنقر